في موضوع الصراع مع إيران سلمت الملف لإسرائيل يعني إيران إسرائيل أخذت إيران لا إسرائيل أمريكا أعطت الحرية لإسرائيل لأن تتعاطى مع إيران بالطريقة التي تريد خلاص انتوا هنا إحنا يم مصرنا يم أبو ناجي لا دور أبو ناجي أصلا أضعف دور في العراق لا يوجد شيء لا المقبل بس ما ندري بس ما أعتقد بريطانيا بوضعها الاقتصادي بالإدارات اللي دا أشوفها عدها القدرة أن تحكم قبضتها على العراق ما أعتقد أنا أعتقد ربما وكلاء جغرافيين محليين دول جديدة صغيرة عدها القدرة على التأثير أكثر من أبو ناجي العراقيين الآن يتأثرون باليدفع والإنجليز بيدفعون فلوس يدفعون فلوس لهالطبقة السياسية والعالم الرشادي هالطبقة السياسية تأخذ من حلالك من حرامك تأخذ مالات العراق وتأخذ مالات اليدفع تأخذ الشيطان يجي يدفع هم يأخذون لكن الآن في زمن الكاظمي كانت أكوى حراك الدبل الماضي الآن نحن أمام مؤتمر دول الجوار نحن نناقش قضية إيران والسعودية لو نحير بمشاكل نحر دعنا واحد يحل يعني عايفو مهبو يركض وراء مرتبو أنت تخيل طبعا هذا دلالة على الهوان والضعف مالك نحن نسوي مؤتمر شو نحن المؤتمر بس عبر التاريخ العراق وسوريا أو سوراقيا أو بلاد الشام نحن هذه الجزيرة بس تعبر الفرات أسمها الشامية نحن هذه المنطقة ندعو إلى المؤتمر ولا يسمح ولا نجيب الجار الحقيقي المؤثر فينا والمؤثرين فيه نجيب دولة بيننا وبينها بحر تحضر المؤتمر والجار اللي بصفنا ما نقدر نجيبه اللي هي سوريا يوجع هذا جميع إلى ثقل هذا الهم يوجع أنتم دائما تقولون ما نحن نأثر بسوريا سوريا تأثر بنا يجينا من سوريا يجون من سوريا طلعوا من سوريا سوريا هم مدعوة ما مدعوة ما مدعوة فإذن المخرج ما يرضى حلو ممسحنا الطائحين الحظ اللي بالعراق المخرج ما يقبل الطبق السياسية حتى الدول المنطقة اللي هم مخرج ماذا يخليهم يخافون من عندهم ماذا يخليهم يجيبون الطرف السوري اللي هو الطرف مهم في أي ترتيبات أمنية في المنطقة أنت تعرف أمريكا سحبت من أفغانستان اليوم فات الطالبان كل ساعتين تحت المدينة ماذا لو قرر الأمريكان أيضا مغادرة العلاقة افتراضا طبعا ما السيناريو المتوقع وأنا أردت أنفذ إلى هذا يعني إحنا لما سألنا سياسيين آخرين قالوا لا قضية العراق تختلف عن طالبان ممكن ممكن تختلف ولكن كل شيء جائز أنا أقول لك يختلف العراق بحكم العامل الجغرافي بحكم العامل الإسرائيلي يمكن الأمريكان يرد يسوون أزمة للصين بطالبان أنت تعرف أكو إيغور بالصين أكو هسا سرية إعلام الإسلامي مدري إيش والأمريكان يروجون إلى أن إيغور الشعب الصيني ولا واحد من الدول المسلمة يمكن أن يتبنى هذه القضية بقوة يعني الأوروبيين يتبنون قضية الإيغور أكثر من الدول المسلمة لأن ربما المسلمين لا ينسيهب بذات الخطر بس العامل الذي يريد يوجع رأس الصين يريد يسوي أي قضية ما لقوا غير الإيغور وما يكون غير المسلمين مستعدين مثل هذه الأدوار فاذا يصير ربما طالبان تكون مهيئة لمثالها